بسم الله الرحمن الرحيم. مشكركم جدا على دعوتي يعني الحضور. اول الحاجة كمان بشكر استاذ عمر على التحليل الرائع العادل المنصف. يعني فعلا مغطي كل حاجة بدون تدخل وبتحليل متميز جدا. اه ابتدي من الاخر من حركة اختلافتي على موضوع السعر الفايدة. لأ انا مالش تبعط الفلوس لوحدها مش ممكن تحل المشكلة. يعني هي مجموعة حاجات لازم تبع مع بعض عشان تحيل المشكلة. تبعط الفلوس بدون شك ان انا لما واقفها هتساعد عن مشكلة. اه ارتفاع سعر الفايدة ليه اسبابه. ومهم برضو جدا ليه? لان انا لما برفع سعر الفايدة بقلل الاقتمان. لان انا بقلل الاقتمان يعني بقلل لنمو. فانا برضو محتاج الكلام دوت في ظل ما زال نقص في العملة الاجنبية. احنا لسه موصدناش لمرحلة ان احنا نقدر نغطي احتياجاتنا من العملة الاجنبية عشان احنا اقدر اه 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 احتياجات الكل. وبالتالي لو لبيت احتياجات الكل هيحصل تاني انفليشن ازيد. ويحصل تاني ارتفاع في سعر الصرف. فاحنا في مرحلة لسه احنا معدناش تلاتة اربعة اشهر من تحريف سعر الصرف. فبالتالي لازم امسك ايدي شوية وافضل اه محاسب كده مع كزا حاجة مع بعض. لان انا لما اسحب في خلال تلات اسابيع برضو تلات اسابيع اللي فاته تحوالي تلاتة تليون من السيولة النقديه ده برضو هدف. ان انا برضو بحجم النمو وتشدد نقدي. فهو لازم يكون يعني بيلعب بخيوط اه في ايده عشان يقدر يوصل اه لبرا الامان لغاية ما برضو ما الجلوبال يحصل زي ما استاذ عمر قال انه يحصل اه برا يبتدي تهد على لان انا هاجي دايما هاجي بعديهم. واجي بعديهم فقط. انا بالنسبة لان انا كمان لان انا يعني اه دايما انا بتشابه مع بعض المناطق زي تركيا وزي الامارات ومش عارف زي الفين. لكن برضو مازالت مهمة جدا حريقة اشارت لها اكتر من مرة. وهي الخريطة بتاعتي. الخريطة بتاعتي لما بنشوفها بتقبى شكلها مختلف تماما عن اي خريطة يعني قد تتفكون او لا تختلفون. لكن انا الخريطة حتى كده ووراها كلها حاجة حاجات حمرة. انه ليبيا للسودان اليمن سوريا العراق. مش ممكن. يعني احنا حاجة جميلة جدا بخلال في غزة يعني. فهنا عشان كده دايما انا بايجي متفق. فانا متفق ان هو مازال احنا لسه خطوات بتتاخد مع بعض. هي مش خطوة واحدة. لازم تكون كثير من الخطوات. ما اقدرش اعمل ريليز دلوقتي. ما اقدرش اقل سعر الفايدة. عشان الناس تقترض بشكل اكبر. بالعكس احنا بنحاول يعني حتى الاقتماني متوسع بشكل افقي وليس رأسي. عشان اقدر نساعد نوعا ما. لكن بدون شك هيحصل نوع من انواع التشدد النقدي. الحمد لله بالنسبة لل. طبعا هي زي ما هنبيك كم يسألني. هي مش مش نتيجة حاجة واحدة. هي مجموعة الحاجات دي. فيها حاجات كويسة وفي حاجات طبعا. لازم ناخدها بعناية شديدة. اول حاجة ميزة مشروع او العقد بتاع رأس الحكمة ان هو اولا فات حاجات فيها استابلتي. نمر اتنين ان هو مش مجرد مبلغ الدفع وخلاص. لا ده ده ديل انا شايفه انه ديل كان رائع لانه بيتكلم على تدفقات نقدية بنسبة مش 35% تقريبا من كل حاجة هتيجي في المستقبل. وده برضو هيزود معانا لان السحل الشمالي للأسف احنا على مدار سنين طويلة. احنا بنروح احنا بس هنا ما بيننا وبين بعض نصيف شهرين ونرجع. لكن ابتديت لأول مرة السنة اللي فاتت ابتدى العرب بيشوفهم هناك بشكل قوي. بيحجزوا بشكل قوي مش لاقيين قوتلات. السنة دي شكل اكتر بنشوف اجانب كمان هناك. اعتقد ما فيش يعني منطقة يعني نورس كوست ده. يعني هو فعلا بديل رائع ان انا يساعدني على ان انا ازود السياحة لان السياحة بتمثل آآ نسبة كبيرة جدا من العناصر العملة الاجنبية اللي بتوردني. يعني لو قلنا يعني السياحة حتى اكتر بشوفها اكتر من الصناعة. بالرغم ان انا عايز الصناعة بقوة. لكن الصناعة في الاخر سبعين في المية منها هو مستورد. السياحة تقريبا ايه عشرة في المية وعشرين في المية بس منها المستورد. لكن الباقي كله داخل زي تحولات المصيم بالخارج. هي مئة في المية تحولات داخلة بفهاش حاجة خارجة. فبالتالي لما نحسب الخمس ستة عناصر بتوعنا العملة الاجنبية وابتدي اشوف اني اي عنصر فيهم افضل لي واشتغل عليه. ده بدون شك ما اقدرش آآ آآ نجليكت العناصر الاخرى لان احنا ما عندنا اش رفاهية لان احنا نهتم بعنصر عنصر احنا مية وعشرين مليون بنيادة دلوقتي. عندنا احتياجات شديدة. عندنا احتياجات دائمة نتيجة اللي بنقول عليها. فمهم جدا ان احنا نستمر في آآ آآ جذب العملة الاجنبية بشكل قوي جدا لانها مليها تأثير قوي جدا علينا. لان انا الصناعة محتاج بشكل كبير. انا مش كل موات خام عندي. فمحتاج من ستين لسبعين في المية منها ان انا دخلها. فمهم جدا الفترة القادمة اهتمام صناعة آآ زراعة تصنيع زراعي التصدير. التصدير ده طبعا محمد بياس موجود. ده عملية لازم تكون هدف محتوط مع كل واحد كده بيفكر الصبح. هنعمل ايه عشان نساعد التصدير. يعني ما لناش حل غير كده. ده تعليق سريع لو في اي اسئلة بقى هقدر. شكرا.